يصب تركيز المرشحان في السباق الرئاسي وبشكل قوي على المواطنين الأمريكيين المنحدرين من أصول لاتينية لما تمثل هذه الاثنية من وزن سياسي آخذ في الطعاظم بعدما بلغت مرحلة من النجي والوعي السياسي وإمكانياتها الهائلة للتأثير في الانتخابات الرئاسية تزاد عدد اللاتينيين في كل دورة انتخابية ويشكل موقعهم على الخريطة الاثنية قرابة الثمانية عشر بالمئة فهم يمثلون نسبة ثلاثين بالمئة من تعداد سكان ولايتي كاليفورنيا وتكساس واربعة وعشرين بالمئة من تعداد سكان ولاية أريزونا ومن ثم فلوريدا التي تقدر نسبتهم فيها بنحو واحد وعشرين بالمئة أما النسبة الأكبر فتتمركز في ولاية نيو مكسيكو اتصلوا إلى ما يقرب من الثلاثة والاربعين بالمئة من تعداد سكان هذه الولاية لا يعتبر الصوت اللاتيني في الانتخابات الأمريكية موحدا بشكل مطلق فالناخب اللاتيني يميل عادة إلى الديمقراطيين ويختلف من ولاية إلى أخرى فإذا كان اللاتيني يصوت في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس لصالح الحزب الديمقراطي فهو يميل إلى الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا خاصة من هم من أصول كوبية يعدون نظام كاسر الشيوعية بالإضافة إلى البنزوليين المناهضين لنظام كراكاس اليسارية تبوأ الأمريكون من أصول لاتينية مناصب سياسية وإدارية عليا كمحافظين للولايات وعمد للمدن ناهيك عن تواجدهم القوي في مجلسي النواب والشيوخ لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى سدة الرئاسة بعد رغم ترشحهم وحصولهم على أصوات عديدة في الانتخابات الحزبية ومنهم سيناتر تيد كروز وماركو روبيو رغم انقسامهم سياسيا إلا أنهم يتفقون معا على رفض تصريحات رئيس ترامب بحق أبناء جلدتهم فهو الذي وصف البعض منهم بتجار المخدرات وأفراد العصابات والمغتصبين وطالب بطرد غير الشرعيين منهم تصريحات قد تدفع الكثير منهم للانتقام والتصويت لصالح الحزب الديمقراطي الذي لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي للفوز في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض حسين إبراهيم للإخبارية نيويورك